اهلا بهذا الفيديو رح اشارك معاكم وصفة حلا بارد بسرسح على القلب كتير لذيذ وخفيف وهو حلا طبقات المانجو وصفة كتير سهلة وسريعة بالتحضير والطعم بتحسوه هيك بين الايس كريم والشيز كيك بس يعني شي كتير مميز لو كنتوا اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة وتابعوا معي لاخر الفيديو لحتى تشوفوا طريقة التحضير بالتفصيل وهلا اخرين ننتقل للمكونات اللي رح نحتاجها لوصفتنا اليوم رح نحتاج لبسكوت سادة ورح نحتاج لمنغا عصير منغا عندي هون جاهز جبته من السوبر ماركت علبة اشطاء واربع حبات من جبن الكريمية متل كيري وعلبة نستلة صغيرة اللي هي الحليب المكثف المحلة وكيس واحد من الدريم ويب هلا اول شي رح احضر طبقة الكريمة اللي رح استخدمها عندي بالوصفة اول شي رح اضيف علبة الاشطاء وبعدين رح اضيف حبات الجبن الكريمية ورح اضيف كمان مغلف واحد من الدريم ويب اللي هي الكريمة البودرة وعندي هون كمان العلبة الصغيرة من الحليب المكثف المحلة تقريبا وزنها 90 جرام او اذا عندكم العلبة الكبيرة ممكن تضيفوا ربع كوب منها واخر اضافة تقريبا رح اضيف من معلقتين لتلاتة كبار من عصير المنقا هلا رح اخلطهم سوا منيح لحتى تختضط كل المكونات مع بعض ويصير عندي المزيج كريمي بهذا الشكل هلا عندي هون المنقا قطعتها لقطع صغيرة وكمان البسكوت السادة قطعته لقطع صغيرة وهيك الكريمة عندي جاهزة وكمان عصير المنقا رح ارتب كل اغراض حدي لحتى ابدأ اطبق الوصفة انا رح اقدمها بكاسات فردية بس طبعا اكيد ممكن تعملوها بصحن واحد كبير حطيت اول شي طبقة من البسكوت وبعدين فوق كل كمية من البسكوت عم بضيف تقريبا معلقتين صغار من عصير المنقا لو مش متوفر عندكم البسكوت وعندكم كيكة على فانيلا ممكن تستبدلو فيه كمان بيطلع طعمه كتير طيب وهلق بحط شوية كمان من حبات المنقا فوق البسكوت باجي بتقريبا معلقة كبيرة من خلطة الكريمة اللي حضرناها وبضيفها فوق طبقة المنقا وبرجع بهاي الطريقة بكرر الطبقات بسكوت بعدين بشربوا بشوية من عصير المنقا بعدين بحط من قطع المنقا طبعا على حجم الكاسة ممكن تضيفوا طبقات قد ما بتحبوا المهم انه اخر طبقة تحطوها تكون هي خلطة الكريمة اللي حضرناها وبالاخر حطيت الكريمة اللي حضرتها بكيس حلواني او بالبايبينج باغ وبضيفها بهذا الشكل بس هيك على يعني عشان اعمل ديكور طبعا بس ما اذا ما عندكم البايبينج باغ ما في اي مشكلة حطوها بالمعلقة وبتكون عندكم هيك جاهزة زينتها بشوي من حبات المنقا كمان شايفين طريقة تحضيرها كتير سهلة والطعم عن جد بيستاهل انكم تجربوها رح ادخلها على التلاجة لح حتى تبرد تماما وبتكون عندي هيك صارت جاهزة بتمنى تكون الوصفة عجبتكم واذا حبيتوا الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب ونلتق ان شاء الله بالفيديو جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر